سوليفان يقول إن إيران تساعد لتزويد روسيا بطائرات مسيرة قادرة على حمل أسلحة أوكرانيا تعلن استدعاء سفيري كندا احتجاجا على تسليم ألمانيا توربينا لخط أنبيب روسي ناسا تكشف عن أوضح صورة ملونة للكون البعيد التقطت باستخدام تلسكوب جيمسويب أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية وقدمها لكم إبراهيم بدل البداية من واشنطن حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سيلفان إن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن إيران تسعى لتزويد روسيا بمئة الطائرات من دون طيار وتساعد لتدريب القوات الروسية على كيفية استخدامها تشير معلوماتنا إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات من دون طيار بينها طائرات قادرة على حمل الأسلحة وتشير معلوماتنا كذلك لأن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات بدورات تدريبية من المقرن أن تبدأ في أقرب وقت خلال يوليو ليس من الواضح ما إذا كانت إيران قد سلمت أي من هذه الطائرات إلى روسيا بالفعل نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في الأسابيع المقبلة وأضافت بأن بعض الدول تريد من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تمس قطاع الغاز الروسي لكن معظم الدول لا تدعم مثل هذه الخطوة وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو قد تشمل قيودا على استيراد الذهب اعتبر وزير المالية روسي أنتوان سيلانوف بأن إلغاء القيود التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية العملية الأسكرية في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء وردا على سؤال حول اقتراح غاز بروم بيع الغاز الطبيعي المسال بالروبل قال سيلانوف بأن موسكو تدعمه بكل الطرق الممكنة ودعا إلى توسيع نطاق دفع ثمن السلع المصدرة بالروبل إلى أقصى حد ممكن أعلن الرئيس الأوكراني أن حكومته استدعت سفيرا كندا للاحتجاجي على قرار بلاده تسليم ألمانيا توربينا أساسيا لتشغيله خط أنبيب الغاز الروسي نورستريم واحد على الرغم من الأقوبات المفروضة على موسكو وقال زيلانسكي أن وزارة الخارجية اضطرت لاستدعاء السفير الكندي بسبب استثناء مرفوض رفضا باتا من الأقوبات على روسيا في المقابل قال ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس بارك بأن عودة التوربينات الخاصة بخط أنبيب الغاز نورستريم من شأنها أن تزيل أعذار الحد من إمدادات الغاز الروسي وأضاف بأن نظام الأقوبات الأوروبي لا يشمل التقنيات والسلع المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي وضمت الخارجية الأمريكية صوتها لصوت المفوضية الأوروبية لدعم قرار السلطات الكندية بإعادة التوربينات إلى الصفر هبطت تدفقات الغاز الروسية عبر أنبيب نورستريم إلى ألمانيا مع بدء أعمال صيانة مقررة لعشرة أيام إلى أن الصيانة أثرت هلعا في أوروبا من احتمال أن يكون القطع بشكل دائم وتخوفت الحكومات والشركات والأسواق من عواقب الإغلاق على أبواب الشتاء كبوس محتمل يزيد التوترات في أوروبا فصل الشتاء الذي بات قريبا يضع واردات الغاز في مقدمة الأولويات ويزيح جانبا مساعي تشديد العقوبات على روسيا وأوكرانيا تحذر من الهيمنة الروسية لكن كيف؟ تواجه ألمانيا ومعها دول رئيسية تشكل عماد الاقتصاد في القارة الأوروبية معوقات كبيرة في تأمين إمدادات الغاز إذا قررت روسيا وقف تشغيل خط نوردستريم إلى الأبد وليس فقط حتى انتهاء خطة الصيانة السنوية ولم يستبعد وزير الاقتصاد الألماني هذا السيناريو الذي وصفه بالأسوأ وتحدث عن وضع خطة للطوارئ في جميع أنحاء ألمانيا من بينها خفض استهلاك الطاقة في المنازل والمصانع وتحديد ثقوف للتدفئة المركزية وإغلاق حمامات السباحة وإطفاء مصابيح الشوارع وإشارات المرور بالنسبة لخط نوردستريم واحد أو السيل الشمالي شريان الطاقة بالنسبة لأوروبا فهو يمتد من مدينة فيبورغ في روسيا إلى مدينة جرايسفالد في ألمانيا يبلغ طول الخط نحو 1220 كيلو متراً ويمر تحت بحر البلطيق وينقل 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا وفي إيطاليا أقرت شركة إيني بأن روسيا خفضت من جديد إمدادات الغاز عبر خط نوردستريم إلى 21 مليون متر مكعب يومياً نزولاً من 32 مليون متر مكعب يومياً مع بدء عمليات الصيانة كذلك قال وزير المالية الفرنسي إن بلاده تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي وهو ما تعتبره الاحتمال الأكثر ترجيحاً في خططها المستقبلية وسط مخاوف حقيقية من أن موسكو قد تستغل الفرصة لاستخدام الغاز كورقة للمناورة السياسية ضد الغرب وإيقاف الإمدادات بشكل دائم أعلنت القوات الأوكرانية استعادت قرية إيفا نيفكا في منطقة خرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب البلاد وقالت السلطات طالبت المدنيين في منطقة خرسون بإخلاء المنطقة على نحو عاجل وذلك في الوقت الذي تساعد في القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعزيز التعاون مع مولدوفا لمساعدتها على مراقبة حدودها مع أوكرانيا وتفادي خطر تهريب الأسلحة كما تعلق التعاون مع مولدوفا بمكافحة شبكات مهربي المهاجرين والإيجار بالبشر والمخدرات والإرهاب فيما أعلنت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية عن إنشاء مركز دعم للأمن الداخلي وإدارة الحدود مع مولدوفا ضمن إطار تبادل المعلومات والتعاون الأمني مع مولدوفا وأوكرانيا بالإضافة إلى وكالتين يوروبول وفرونتكس وقالت المفوضية الأوروبية أن هناك بعض المؤشرات على عملية تهريب للأسلحة موضحة أن الأسلحة الموجودة في أوكرانيا ليست جميعها في أي دن آمنة نشرت صحيفة صباح التركية صورا وتفاصيل جديدة عن مخطط لعملاء إيرانيين لارتيال مواطنين إسرائيليين في إسطنبول وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقال ثمانية من هؤلاء الأشخاص من قبل أجهزة الأمن التركية في السنوات الماضية تحولت تركيا إلى أرض خصبة للعمليات الإيرانية ضد عناصر إسرائيلية تقوم من خلالها بالرد على هجمات غامضة في إيران تلك التي تتهم تهران إسرائيل بالوقوف وراءها آخرها مقتل العقيد بالحرس الثوري حسن صياد خوضائي في منزله بتغران في مايو حادث نادر من نوعه يبدو أنه أثار تصميم إيران على الانتقام في الشهر الماضي اعتقل مسؤولون أتراك ثمانية عملاء إيرانيين في إسطنبول قالت مصادر إسرائيلية إن لديهم هدفين رئيسيين الأول كان اغتيال هذا الرجل الأنصل الإسرائيلي العام السابق في إسطنبول يوسف ليفيس فاري والهدف الثاني هو خطف السياح الإسرائيليين في إسطنبول بعد ثلاثة أسابيع من إحباط الهجوم نشرت صحيفة صباح التركية صوراً والتفاصيل الجديدة حول المؤامرة وفي تقريرها الجديد كتبت الصحيفة التركية أن المخابرات المحلية اكتشفت أن أعضاء الفريق الإيراني دخلوا البلد في تواريخ مختلفة اجتمعوا وأقموا سراً في فندق بحي بيوغلو في إسطنبول وهو نفس الفندق الذي كان يستضيف الدبلوماسية الإسرائيلي وكان من المفترض أن تنزل فيه مجموعة من السياح الإسرائيليين أيضاً حسب التقرير قامت قوات الأمن التركية بكتمان بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الإسرائيلية بتغيير فندق السياح الإسرائيليين وأفشلت خطة الخلية دائماً حسب صحيفة صباح عناصر الأمن التركية الذين كانوا يراقبون زيارات هذا الفريق أوقفوهم أخيراً منتصف يونيو في مداهمة لثلاثة أماكن مختلفة في أحياء بيوغلو وبليك ديزو وبويوك جيكميجي نشرت الصحيفة صوراً لأحد أفراد الخلية الإيرانية والغرفة التي كانوا يقيمون بها في الفندق وكذلك المسدسات التي كانت بحوزتهم منها ثلاثة من النوع الكاتم وسلاح ليزر وفي حين تستمر التحقيقات حول خطة الاغتيال أجرى رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائر لابيد محادثة هاتفية مع رئيس رجب طيب أردوان شكر فيها تركيا على تعاون مؤسساتها الأمنية في إحباط خطة مهاجمة المواطنين الإسرائيليين بإسطنبول نشدت أسرة ناشط بلجيكي في مجال إغاثة سلطات بلاده بإنهاء احتجازه التعسفي في سجون طهران فقالت واردت وشقيقة المنطق البلجيكي إن إيران تحتجزه منذ خمسة أشهر في ظروف قاسية ويتعرض للتعذيب خلال عمليات الاستجواب مشددين على ضرورة إخراج السجناء الأبرياء من دول مثل إيران منذ أن أنهى دراسته ظل بعيدا عن أسرته لمساعدة الآخرين الآن ساعدون لإخراجه من هناك من غير المعقول أن تعتقد الأسرة أن بلجيكا الديمقراطية لتفعل كل ما هو ضروري لإخراج السجناء الأبرياء من دول مثل إيران كيف سيكون رد فعلك إن كان ابنك أو أخاك؟ موجة الاتقالات السياسية في إيران تتصاعد من جديد لتشمل المخرج الإيراني الشهير جعفر بناهي بالإضافة إلى اثنين من أفراد عائلات ضحايا نوفمبر 2019 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم الجديد تلقى وليو العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأوه فيه بعيد الأطحى المبارك ونجاح موسم الحج كما أشهد بحسن التنظيم وجرى خلال اتصال بحث العلاقات الثنائية بين البردين والسبو الكفيلة بتعزيزها أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمي الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أعلن نجاح حج هذا العام 2022 على كافة الأصيدة يسعدني أن أعلن نجاح خطط حج هذا العام 1443 على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحم وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم أرفعوا باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ولسموه لعهده الأمين بمناسبة نجاح التجمع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم في طمانينة ويسر قال وزير الحج في حكومة طلبان نور محمد ساقب إن عدد الحجاج الأفغان هذا العام بلغ نحو 13 ألفا وستمائة مشيدا بكافة أعمال التطوير والخدمات بالمملكة للتيسير على الحجاج عدد الحجاج الأفغان الذين وصلوا إلى الحرمين الشريفين بلغ 13 ألفا وخمسمائة واثنين وثمانين حاجا وصلوا بصحة وعافية ولله الحمد وكان وصولهم على دفعات وصل أكثر من 6 ألف وخمسمائة إلى مطار المدينة المنورة وستة ألاف وخمسمائة إلى جدة ومن ثم انتقلوا جميعا إلى مكة المكرمة واكتمل عددهم قدمت إلى الحج قبل أربعة وثلاثين عاما ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن شاهدت تغيرات كبيرة جدا وكان المطاف دورا واحدا وصغيرا والحمد لله في هذا الوقت أشاهد التوسع والتطور الكبير وتشيد عدة أدوار للطائفين بسعة آلاف الأمتار أكد رئيس تنسي قيس عيد أنه لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء على الدستور المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وأبلغ قيس عيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بضرورة حياد كل الأطراف والانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل وضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة وأكد الرئيس التونسي أن الأمر يتعلق بمصير دولة ومصير شعب أفادت مصدر دبلوماسية بتوافق الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر وذلك تلبية لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعان وانتهى تفويض مجلس الأمن لتسليم مساعدات من الأمم المتحدة لنحو أربعة ملايين شخص في سوريا عبر معبر باب الهواء على الحدود التركية السورية وهو الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري أكثر من 124 ألف وثيقة حصلت عليها صحف غربية كونت معا قضية أوبر تكشف كيف تمكنت هذه الشركة من السيطرة على حصة كبيرة في سوق النقل حول الآلة مكخون في ورطة بعد الكشف عن وثائق تظهر دورا كبيرا قام به لخدمة شركة أوبر الأمريكية عندما كان وزيرا للاقتصاد ألاف الوثائق نشرتها صحف غربية بشكل متزامن كشفت دور مكخون في تعديل القوانين الفرنسية لصالح الشركة من بينها تبادلات نصية مع مؤسس أوبر ترافيس كارانيك إحداها تظهر ما يشبه ضغطا قام به مكخون على وزير الداخلية آنذاك دغنع كازنوف بعد تظاهرات عارمة لسائق سيارات الأجرة الذين خافوا المنافسة هذه الوثائق أثارت ردود فعل كبير في صفوف المعارضة حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين رأى أن مسيرة مكخون سياسية تقوم على خدمة المصالح الأجنبية قبل الوطنية لكن أبعد من ذلك ترغب أحزاب يسارية بإجراء تحقيق رسمي سوف نناقش مع أصدقائنا إذا ما كان بإمكاننا طلب تشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع يجب على ماكرون أن يشرح ملابسات هذه القضية حتى الآن يدافع الإليزي بالقول أن الاجتماعات كانت في إطار مهام ماكرون كوزير الاقتصاد لكن وثائق أخرى قد تصعب التبرير مثل رسائل بين فرع الشركة الباريسي والشركة الأم لإبلاغها أن محققي مصلحة الضرائب يفتشون أجهزة الكمبيوتر فتقوم الشركة الأم بتفعيل بروتوكول لحجب المعلومات الحساسة للتوي بدأت ولاية ماكرون الثانية لكن الكشف عن هذه الوثائق الآن ينذر بأنها لن تكون ولاية سهلة وأن عليه أن يشرح الكثير من الأمور فديدهك العربية باريس في بريطانيا لم يختلف مشهد الضغوط التي مرستها أوبر من أجل التمكين التفاصيل مع مصطفى زارو ستة وزراء على الأقل في حكومة ديفيد كامرون سابقا بمن فيهم وزير المالية جورج أوسبورن ونواب آخرون مثل ساجي جاويد ومات هانكوك وبريتي باتال مارسوا ضغوطات بين 2014 و2016 على عمدة لندن حينها بوريس جونسون للتخلي عن اعتماد لوائح صارمة تساعد سائق سيارات الأجرة السوداء على مقاومة السيارات الخاصة المستأجرة عبر تطبيق أوبر بعد أشهر تم تنفيذ العديد من هذه الأفكار الأكثر إثارة للجدل استفادت منها أوبر كان يجب أن لا يسمح للشركة بالعمل أصلا لدينا ترخيص لسيارات الأجرة السوداء أعراض إحضار سائقين آخرين لا يعرفون شيئا وعتمدون على جهاز موقع تحديد الأماكن نحن اشتزنا اختبار معرفة الشوارع فلماذا لا يتوجهون لخدماتنا بدلا من شركة لا يعرف سائقها شيئا وسبق أن كشف عن رسائل نصية تلقها جونسون من أعضاء في الحكومة تطلب منه إعادة نظره في سياسة النقل مبررة حجج اعتماد السوق الحرى والمنافسة وتسريبات ملفات شركة أوبر أظهرت اجتماعات سرية عقدتها مع مسؤولين في الحكومة في كاليفورنيا بعيدا عن الأنظار خلال هذه الفترة ما فاجأ الكثير من الناس هو نبرة بعض الرسائل بين موثلي أوبر والسياسيين أدهشت الناس وأشعرتهم بقلق أن الشركة قادرة على إقامة علاقات ودية مع السياسيين لا يستطيع أفراد عاديون الحصول عليها مما يطرح تساؤلات بشأن عمل جماعات الضغط سائقوا سيارات الأجرة السوداء حينها شلوا حركة النقل في أكثر من مناسبة احتجاجا على ما أسموه بالتعديات على حقوقهم ومصادر رزقهم الناتجة عن خدمات لحجز سيارة الأجرة عبر تطبيق الهواتف الذكية من دون رسوم إضافية ولا يعرف بعد ما أن سيتم التحقيق في هذه التسريبات السرية خصوصا وأن علاقة أوبر بالسياسيين كانت وطيضة بينهما أكثر مما كان متوقعا مصطفى زارو العربية لندن كشفت وكارة فلاة الأمريكية ناسا عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي وصفة إياها بأنها أعمق وأوضح صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن الصورة وهي الأولى من مجموعة صور خلال حدث معاينة في البيت الأبيض مع نائبة الرئيس كمالا هارس ومن المقرر أن يتم إصدار باقي الصور الأولى بالألوان الكاملة للتلسكوب هذا اليوم ومن المقرر أن نتعلم باقي الصورة عشرات مسائقي شاحنات المحاصرين وسط عاصفة ثلجية كثيفة في وسط البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وذكرت وسائل الإعلام محلية أن أعمال الإنقاذ استغرقت أكثر من 23 ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة للمرتفعة في جبال الأنديز نتابع ترجمة نانسي قنقر إلى العراق حيث أعلن رئيس تحالف الفتح هذه العامري أنه ليس مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء وأكد في بيان أنه سيدعم رئيس الوزراء المقبل الذي سيتم ترشيحه من قبل تحالف الإطار التنسيقي بعد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم رئيس تحالف الفتح هاد العامري يعلن أنه ليشارك في الحكومة المقبلة في العراق والتي تسعى قوى ما يعرف بالإطار التنسيقي الشيعي إلى تشكيلها بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان والعملية السياسية هناك لغط إعلامي كبير حول ترشيح أسماء مهمة في الإطار التنسيقي ومنها سيد العامري أعتقد هذا ما دعا سيد العامري إلى المصارحة والشفافية مع الإعلام العراقي وبالتالي هو يوضح وجهة نظره ووجهة نظر الإطار بأنه هناك لا يوجد ترشيح لسيد العامري في هذه الحكومة وفي حكومة أخرى العامري نفى في بيان وجود أي خلافات داخل الإطار التنسيقي حول مرشح رئاسة الوزراء الجديد في رد على التسريبات التي تحدثت عن امتعاض رئيس تحالف الفتح من رفض بعض أطراف الإطار لترشيحه لرئاسة الحكومة ما كان يوحد الإطار هو القلق من مقتدى الصدر أن يطيح بهم جميعا الآن بعد أن غاب مقتدى الصدر بدأوا هم يطيحون الواحد بالآخر يبدو أن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على أن يتم اختيار مرشح لرئاسة الحكومة عبر آلية التصويت من قبل قرابة 130 نائبا على أن يقوم الإطار بتسجيل الكتلة النيابية الأكثر عددا في جلسة البرلمان المقبلة بورصة أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء داخل الإطار التنسيقي إلى الآن تضم مجموعة من الأسماء على رأسها نور المالكي علي الشكري وقاسم الأعرجي وعبد الحسين عبطان لكنه ليس من الواضح من سيكون الأوفر حظا من بين هؤلاء لتولي رئاسة الحكومة الجديدة من بغداد منتظر رشيد العربية السزاد السياسي أثر على حياة المجتمع العراق بالكامل ليش؟ لأنه الطالب الضرار الميزانية الموظفين يعني ماكوا رواتب لهم لأنه ميزانية المشاريع الاقتصادية كلها توقفت الله أعلم لأنه كل قوة ما تمسكها باراها كل قوة ما قبلت تنازل للآخرين كل واحد يريد جزء من الكيكة شبير والكيكة ما أضل بيها شي حرامات والله لا شارع زين لا أفتهمة ما يأكو لا كهرباء أكو الناس مبتنية لا وظائف الشهايد أفتهمة الضالة قاعدة بالشوارع اليوم عطلة والحياة اليومية هم ليس من أجل المواطن العراقي قدر هم صالحهم الضيقة والمحاصصة والتوافق الذي يرفضها الشعب العراقي رضا قاطعا أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندنبرغ أن الهدنة الأممية الإنسانية أدت إلى انخفاض حصيلة الضحايا المدنيين وخلال كلمة في مجلس الأن شجع جروندنبرغ كل الأطراف على الانخراط في حوار للتوصل إلى اتفاق شامل في اليمن الهدنة في اليمن سمدت لأكثر من ثلاثة أشهر وأدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد الضحايا المدنيين الذي تراجع بمقدار الثلثين قياسا على الأشهر الثلاثة قبل بداية الهدنة بسبب التراجع الكبير للأعمال العدائية وجدنا أن سقوط ضحايا من المدنيين اليوم بسبب الألغام التي تمثل خطورة على المدنيين بما في ذلك الأطفال كشاف جروندنبرغ أن ميليشيات الحوثي رفضت مقترحا أمميا لفتح الطرقات فورا في تعز والمحافظات الأخرى المغلقة منذ سبع سنوات قناعة راسخة بأنه في هذه المرحلة من الهدنة كان يجب على كل الأطراف التواصل لاتفاق لفتح الطرقات في تعز والمحافظات الأخرى ومن المؤسف لنا والنساء والأطفال في تعز أن هذه الطرقات مغلقة للسنة السابعة على التواري فتح الطرقات لا يرتبط فقط بتخفيف المهانات الإنسانية ورفع العوائق ولكن ذلك يعني تطبيع الظروف اليومية لليمنيين بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية والاقتصاد بشكل عام خلال مباحثات عمان طرحت مقترحات لفتح الطرقات فورا في تعز والمحافظات الأخرى على مراحل لكن جماعة الحوثيين أكدت أنها لن تقبله وأكدوا أننا سنبذل مزيدا من الجهود للاتفاق على فتح الطرقات أهلا بكم الجديد أعلن عضو المجلس الرئاس الليبي عبدالله في اتفاقه مع رئيس مجلس النواب عقيل صالح على عدد من النقاط التي سيتم نقشتها مع باقي الأطراف خلال الأيام المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية للنقاط الخلافية في مشروع الدستور أضف اللافي بأنه تم تفاهم على ضرورة وجود حكومة واحدة في ليبيا قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية أوضح أن الاجتماع ناقش أيضا مشكلات الكهربائي والوقود أكد حزب المحافظين البريطاني الحاكم أن اسم رئيس الوسراء الجديد الذي سيخلف بوري جونسون المستقيل سيتم إعلانه في الخامس من سبتمبر وأوضح جراهام برادي رئيس لجنة 1922 البرلمانية التابع لحزب المحافظين أن على الحزب أن يضمن إتاحة متسعة من الوقت قبل إعلان نتيجة تسمي رئيس الوزراء البريطاني الجديد في الخامس من سبتمبر السباق على منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا على أشده وحزب المحافظين يتحدث عن حسم المنافسة قبل التاسع عشر من يوليو موعد عطلة البرلمان الصيفية جونسون المستقيل رفض إعلان دعم أي مرشح مؤكدا في الوقت نفسه على مواصلة تصريف أعمال الحكومة لاختيار حزب المحافظين رئيسا جديدا للوزراء لكن ما هي آلية اختيار رئيس وزراء جديد لبريطانيا في وقت قصير؟ أحد عشر مرشحا ما بين وزراء ووزراء سابقين ونواب ليسوا في الحكومة هذا العدد يتقاسمه نواب من حزب المحافظين ثلاث نساء وثمانية رجال تجتمع لجنة 1922 التابعة لحزب المحافظين لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ومناقشة آلية اختيار المرشحين تجري بعدها جولات تصويت للمرشحين قبل بدي عطلة البرلمان في التاسع عشر من الشهر الحالي ليبقى من الأحد عشر مرشحا اثنان فقط يعرضان على أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يقود الحزب وزعامة البلاد نواب من المحافظين أشاروا إلى انضمام مرشحين يمثلون ثقلا سياسيا وهم وزيرة الخارجية ليز تراس لقائمة المرشحين إلى جانب وزيرين سابقين للمالية ريشي سوناك والصحة ساجد جويد ووزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت ووزير المالية الجديد ناظم الزهاوي الذي تعهد بخفض الضرائب في حال فوزه ومع احتدام المنافسة في بريطانيا على تولي منصب رئيس الوزراء خلفا لجونسون تشير الاستطلاعات إلى أن ريشي سوناك على رأس المرشحين الأوفر حظا لنيل مقاريد السلطة ثم بيني موردنت وليز تراس الثالثة أي أن الكفة هذه المرة ربما ستميل للنساء على حساب الرجال جاسم محسن العربية في شأن بريطانيا آخر أشار تقرير لولدستيد جورنال إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل اقتصادها أكثر انقلاقا مع مواجهة خفاضة في الاستثمار التجاري ويقتصادها قدرانيا آخر لأنه يوم الوقت للحديث واحد حساب الرجال حساب الرجال حساب الرجال حساب الرجال من أن أعرف أن أعرف كذلك كشف مسؤولون سيرلنكيون عن نقل رئيس البلاد جوا إلى قاعدة عسكرية قريبة من المطار الدولي الرئيسي تمهيدا لخروجه من البلاد جوا وبحسب مسؤول كبير في وزارة الدفاع فقد لجأ الرئيس إلى منشأة تابعة للبحرية قبل أن ينقل إلى قاعدة عسكرية تتقاسم السياجة مشتركا مع مطار سيرلنك الدولي وقال المسؤول أن رجبسكا أعيد مع مرافقه جوا إلى كولومبو على متن مروحيتين ولم يصدر بيان رسمي عن مكتب الرئيس بشأن مكانه تواجده هذا واحتشد المئات في مقر ألمان العام للرئيس ومقر إقامته في كولومبو بانتظار استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وقال نشطاء الحركة الاحتجاجية أن الحشود ستستمر في احتلال مساكن الرئيس ورئيس الوزراء في كولومبو حتى يغادروا مناصبهم في المقابل أكد رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة في البلاد يجب أن تكون شاملة وأنه سيعمل على تحقيق هذا الهدف لقد جاءوا وأحرقوا منزلي وتم الاستلاء أيضا على منزل الرئيس ومكتب رئيس الوزراء وقاموا بالعبث بجميع الوثائق يجب أن تعمل الحكومة وفقا للقانون يجب العمل وفق الدستور لن نعمل خارج الدستور ولا يمكن الضغط على البرلمان من الخارج للقيام بهذه الأشياء نحتاج اليوم إلى حكومة شاملة وسأعمل على تحقيقها لن يغادر الناس منزل الرئيس أو مكتبه حتى يعلن المسؤولون استقالاتهم رسميا إذا لم يغادروا في الثالث عشر فإن الناس سيقتحمون أي مكان يختبؤون فيه جئنا متحدون الغاز المسيل للدموع وخراطم المياه لن توقفنا المتظاهرون قاموا بنشر قائمة مطالبهم علانية إنها مطالب الشعب علانة البحرية السيرلينكية توقيف 78 شخصا على متن سفينة صيد يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني إلى أستراليا وتعاني سيرلينكا حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها ما دفع العديد من الأشخاص للسعي للمغادرة عبر البحر والجو في العاصمة الشيكية براك تجمع الناس أمام معرض مفتوح تضمنت دبابات وصواريخ روسية استولت القوات الأوكرانية عليها خلال الحرب الدائرة شرق أوكرانيا وقالت مزارة الداخلية الأوكرانية إن من بين المعروضات دبابة روسية تم التحفظ عليها أثناء الهجوم على منطقة تشيرنهيف تم إطلاق النار على كل هذه الدبابات الروسية في كييف ولقد أحضرناها هنا لنظهر لأوروبا أن الحرب أقرب مما يعتقدون أنا ضد بوتين وأكرهه حقا أكرهه بكل ما تحمل الكلمة من معنى أعتقد أن المعرض له مغزن لأن الناس يجب أن يروا ما يقوم به الروس وما يمكنهم فعله الآن هبط اليورو لأدنى مستوى له خلال عشرين عاما بفعل مخاوفة من أن أزمة أطاقة ستدفع المنطقة إلى الركود في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه اعتبرت شركة تويتر في كتاب أرسلته إلى إيلون ماسك أن انسحابه من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر هو قرار لاغ وغير مبرر مؤكدة أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في شهر إبريل الماضي وطلبت إيلون ماسك بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق ترجمة نانسي قناة